احبكم عامين ايه يا رب الجماعيكم بخير الفيديو بتاعي النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها الصمت الاختياري هنتكلم عن حاجة اسمها الصمت الاختياري الصمت الاختياري ده حالة من الصمت بتنتاب الطفل او المراهق او الراشد سواء طفل حد صغير او واحد كبير او مراهق في الكلام بسبب مواقف اجتماعية معينة بينما يتحدث بطلاقة في اي مواقف تاني يبقى ايه هو الصمت الاختياري هو حالة من الصمت بتنتاب الطفل او المراهق او الراشد تمام عندما يتعرض لمواقف اجتماعية معينة بينما بنلاقيه بقى في وقت تاني بيتحدث بطلاقة وكويس جدا في اي موقف اجتماعي تاني طيب معظم الاطفال المصابون بيفضلوا صمتين خالص بيفضلوا سكتين خالص في حالة مواجهاتهم اي ضغوط نفسية بس في بعض منهم ممكن يقول بعض يهمس بالكلام او ينطق كلمات محددة يبقى معظم الاطفال المصابون بالصمت الاختياري ده بيفضلوا سكتين خالص في المواقف الاجتماعية بس في منهم بيتكلم بيهمس يهمس بالكلام او يقول كلمات ايه محددة تمام طيب ايه هي اسباب الصمت الاختياري اكيد بلي اسباب اسباب الصمت الاختياري اول حاجة تعرض الطفل لصدمة نفسية وفاة احد سواء بقى وفاة احد الوالدين او احد الاقارب يبقى اول حاجة تعرض الطفل لصدمة نفسية سواء حالة وفاة من احد الاقارب او من الايه او من الوالدين تاني حاجة الخوف ان هو بيبقى خايف جدا فممكن يحصل له موضوع الصمت الاختياري تالت حاجة الخجل الشديد الاطفال اللي بتكسف جدا الخجل الشديد تالت حاجة الخجل الشديد الربح حاجة البيئة الجديدة يعني ايه البيئة الجديدة يعني هو كان عايش في مكان او في اي منطقة مثلا وراح حاجة جديدة بالنسبة له مختلفة او طفل لسه صغير اربع سنين وبدأ يدخل المدرسة دي بالنسبة له بيئة جديدة ومختلفة او راح الحضامة تمام كمان اه رقم خمسة من اسباب الصمت الاختياري عدم القدرة على المواجهة ان الطفل مش قادر يواجه عدم القدرة على المواجهة ان الطفل مش قادر يواجه التغيير اللي ايه اللي بيحصل اه رقم ستة القلق ان هو بيبقى طفل قلقان ومتوتر رقم تمانية الحماية الزايدة عشان كده دايما بنقول للأسرة للأب والأم منسيبوا ولادنا هما اللي يجربوا يبقى الرقم تمانية الحماية الزايدة ان احنا بنعمل كل حاجة عن ولادنا وبنبقى يعني خايفين عليهم او فبنسيبوش هو اللي يروح يجرب ويحاول يعمل الحاجة اه كمان فقدان الثقة بالنفس ان الطفل مهزوز يعني خايف خايف يقرب يعمل الحاجة دي اه ما عندوه ثقة في نفسه انه لو عملها يطلع صح ما عندوه ثقة في نفسه لان احنا كل شوية بنعنفه تمام اه اللي بعد كده عدم الاستقلالية وانه دايما بيعتمد على غيره ويبقى ان الطفل مش بيقدر يستقل بنفسه ودايما يعني مش بيقدر يستقل بنفسه يعني ما بيقدرش يتصرف لوحده نيجي اي موقف يبدأ الطفل يحاول يعمل فيه حاجة ما بيعرفش يتصرف لوحده لازم ماما او بابا يتصرفه نيابة عنه تمام دي اسباب الصمت الاختياري باسباب الصمت الاختياري تعرض الطفل لصدمة نفسية او حالة وفاة احد الوالدين او احد الاقارب رقم اتنين الخوف رقم تلاتة الخجل الشديد رقم اربعة البيئة الجديدة ان هو راح مدرسة جديدة او راح حضانة جديدة او نقل من مكان البيت والجران اللي كانوا حواليه تمام رقم خمسة عدم القدرة على المواجهة انه مش بيقدر يواجه رقم ستة القلق رقم سبع الحماية الزيدة من الاسرة انه دايما بابا وماما بيعملوا كل حاجة عنه رقم تمانية فقدان الثقة بالنفس ان الطفل بيحس انه مش قادر يعمل الحاجة رقم تسعة وهي عدم الاستقلالية وانه دايما معتمد على غيره دايما بيعتمد ان حد هو اللي يعمل عنه الحاجات بعد كده تشجيع الاهل تشجيع الاهل لصمت الطفلي يعني ايه يعني نعد نقول له ايه انت هادي انت كده ساكت وشاطر انت كده مؤدب فبيعجبوا الموضوع فيفضل ساكت تمام معظم الاطفال اللي عندهم او تعرضوا للصمت الاختياري في تاريخهم المرضي لازم هنلاقي اساءة سواء اساءة جسدية او نفسية تمام اساءة جسدية او نفسية او في طريقة المعاملة او حماية زايدة من الاهل او اهمال زائد يعني مفيش وسط في التعامل واحنا كنا اتفقنا قبل كده اهم حاجة ان انا اعتدل او يبقى في وسطية في التعامل او في طريقة التربية اللي بربيها لولادي يبقى معظم الاطفال اللي تعرضوا لحالة الصمت الاختياري تعرضوا في تاريخهم المرضي لاساءة نفسية او جسدية او حماية زايدة من الاهل او اهمال زائد من الاهل ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة ايه هو الصمت الاختياري نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي مع السلام